شهدت مدينة المنصورة الجديدة تنفيذ مشروعات باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه للمرحلة أولى فقط يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير القرى والمدن وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في إطار اهتمام الدولة بتطوير المدن والقرى أصبحت محافظة الدقالية محطة الأنظار مع التطور الذي دخل على المشهد وافتتاح مدن من الجيل الرابع مثل المنصورة الجديدة الرئة الخضراء للمحافظة أهم حاجة عملت فيها دي الأيكونة بتاعتها مدينة المنصورة الجديدة طبعا لا يخفى على حد مدينة المنصورة الجديدة وتعلمات سيدة الرئيس اللي موجودة فيها عندها جامعة المنصورة الجديدة داخل مدينة المنصورة الجديدة دي صرح أملاق في مجال التعليم بالنسبة للمجال الطرق عندنا طبعا كل تطوير كل الطرق من الشوارع والميادين الرئيسية من رافض جمسة جديد من الدائرة اللي ربط المنصورة كلها ببعضها تطوير العشوائيات تم تطويرهم بالكامل وفور المواطنين حياة كريمة زي مساكن الجلائق ومساكن سندوب زي الشوارع عندنا في المنصورة زي شارع قانون السويس كان شارع لا يصلح للماشي ولا للطرق خالص تم تطويره بالكامل إنجازات عديدة كتيرة جدا في محافظة الدائلية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من ضمنها تطوير العشوائيات الجلائق اللي كانت مساكن غير عدمية النهاردة بنشوف أبراج أكتر من 11 برج في مساكن الجلائق الدولة استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية إعادة تشكيل ورسم الخليطة العمرانية تحت عنوان الجمهورية الجديدة التي تعتمد على العواصم والمدن الذكية المعروفة بمدن الجيل الرابع وبدت في تنفيذها منذ عام 2014 ويأتي في المقدمة مدينة المنصورة الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى فقط التطور طال أيضا القرى والمراكز ففي مركز شيربيين وحده تم افتتاح 33 مشروعا داخل 26 قرية في إطار مبادرة حياة كريمة حفظة الدائلية كان لها نصيب كبير من الإنجازات على سبيل المثال الحصر بالنسبة للمدن الجديدة فيه مثال عندنا مدينة المنصورة الجديدة وكل حاجة موجودة فيها جديدة محطة تحلية المياه البحر في المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة والجامعة الأهلية ومنشآت أخرى عديدة إضافة طبعاً للمساكن اللي اتعملت في الدائلية زي مساكن الجلاء في المنصورة ومساكن حي شرق عشر سنين اللي فاتوا دول فعاد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي شاهدوا الكثير من الإنجازات وخاصة على مستوى البنية التحتية في الدولة المصرية على كافة القصيدة من إنشاء مدين جديدة جامعات جديدة طفرة في الطرق والكباري يعني تقريباً كل البنية التحتية للدولة المصرية حصل فيها تطوير في آخر عشر سنين بالنسبة لمحافظة الأهلية وخاصة بمدينة المنصورة حصل إنجازات كميرة جداً جداً زي توسيع طرق رصف طرق زي شرع الجيش تطوير شرع الجيش مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الأهلية الجديدة حاجة مشرفة جداً تحس أن أنت في دولة نستحقها المصريين يستحقها جمهورية جديدة لو روحت المنصورة الجديدة أعتقد أن بكل منشآتها بكل مرافقها بجامعاتها حاجة مميزة جداً حاجة تشرف مصر كلها المشروعات نالت استحسان وسعادة المواطنين من أهل القرى التي تم تطويرها وإقامة المشروعات بداخلها مؤكدين أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المدن والقرى أسهم في توفير حياة كريمة وعوض الأهالي عن عقود من الإهمال وأسهم في توفير كل الخدمات والبنية الأساسية اللازمة ترجمة نانسي قنقر